وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود الرامية لتحقيق تحسن مضطرد في مصاري توطين الصناعة في مصر في قطاع النقل ورفع نسبة المكون المحلي جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إمانوال مكهو تناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة حيث اتفق الرئيسان على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وخلال اتصال هاتفي آخر أكد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإسباني بادرو سانشاز وجود حاجة ماسة وعاجلة لإنهاء حالة التحفز الراهنة لاستعادة السلم والأمن بالمنطقة أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلمات ضياء رشوان أن الفترة الأخيرة شهدت عدة تصريحات لمسؤولين إسرائيليين على رأسهم رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو تحمل مزاعم ودعاءات باطلة هول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية بعدة طرق ومنها أنفاق زعمت هذه التصريحات وجودها على جانبي الحدود وأوضح رشوان في بيان أن هذه الادعاءات الكاذبة لا تخدم معاهدة السلام التي تحترمها مصر مطالباً الجانب الإسرائيلي بالتوقف عن إطلاق التصريحات التي من شأنها توتير العلاقات الثنائية في ظل الأوضاع الحالية ولفت رشوان إلى أن مصر ستظل تواصل دورها الإيجابي الطبيعي من أجل حل كافة مشكلة المنطقة مضيفاً أن هذه الادعاءات الكاذبة لن تنجح في إثناء مصر عن القيام بمسؤوليتها الداخلية والإقليمية والدولية أدانت وزارة الخارجية الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة والتي تطال المدنيين العزل والنازحين والأطقم الطبية وفي بيان لها طلبت وزارة الخارجية بإجراء التحقيقات اللازمة للمساءلة ومحاسبة مرتكبي واقعة المقبرة الجماعية للفلسطينيين المدنيين بأحد المجمعات الطبية بخان يونس جنوب قطاع غزة هذا وأكدت الوزارة أن ما تشهده الضفة الغربية من عمليات قتل وتدمير وعنف على مدار الأسابيع الماضية لا يقل خطورة ويزيد من تفاقم الأزمة ويهدد بتفجر الأوضاع في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة سمن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الدور المحوري الذي تطلع به مصر منذ بداية الأزمة في قطاع غزة والذي يأتي في إطار دعم مصر المتواصل للشعب الفلسطيني الشقيق جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الفلسطيني للسفير إيهاب سليمان سفير مصر في رامالله حيث أشهد اللقاء تبادلا للرؤى حول الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة كما تم بحث أطر استمرار تعزيز العمل المشترك لتخفيف المعاناة وإغافة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل عاجل والتأكيد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الذي يتعرض له القطاع استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية فجر اليوم شواطئ الزويدة ودير البلح والنصيرات بينما شهدت مناطق شمال القطاع سلسلة غارات عنيفة ما أصفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين وتدمير منازل وممتلكات وكانت السلطات الصحية في غزة قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلية على القطاع إلى 34151 شهيدا و77084 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي هذا وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية من تنفيذ الاحتلال لوعوده باكتياح رفاح الفلسطينية بما يعني القضاء على القليل المتبقي من منظومة العمل الصحي وحرمان السكان من أي خدمات صحية بالإضافة إلى تعرض المئات من السكان لخطر الموت نتيجة لهذا الأمر تبدلت إسرائيل وحزب الله اللبناني القصف المدفعي على طول الحدود وأوضح حزب الله أنه تم استهداف مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال في منطقة المطلة وتم تحقيق إصابات مباشرة كما أعلن حزب الله أنه أسقط طائرة إسرائيلية مسيرة كانت في مهمة قتالية في جنوب لبنان أقر البرلمان البريطاني قانونا مثيرا للجذل يتيح للحكومة ترحيل طالبي لجوء إلى رواندا كانوا قد وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية وكان نواب البرلمان البريطاني قد رفضوا في وقت سابق التعديل الثاني لمشروع قانون رواندا الذي قدمه مجلس اللوردات الأسبوع الماضي والذي كان من شأنه أن يشمل إعفاء المواطنين الأفغان وغيرهم ممن ساعدوا القوات البريطانية في الخارج حيث صوت نحو 305 نائبين لصالح إلغاء التعديل فيما صوت 234 نائبا لصالح الإبقاء عليه اشتركوا في القناة